لما بيكون الكلام على ديسبوزابل حقيقي أنا ما ببقاش متحمس قوي للفيديو أنا ما بحبش أني أنا أعمل فيديوز عن أجهزة ديسبوزابل ولكن صاحبنا اللي معانا النهاردة هو جهاز جديد من شركة فوزل اسمه مش ستيك ماكس هو جهاز ديسبوزابل ولكن عامل نفسه مش ديسبوزابل في بعض المميزات اللي مميزاها عن أي جهاز آخر في فائته وهي دي الحاجات اللي احنا هنتعرف عليها في الفيديو ده ولكن في البداية عشان أختصر الوقت في الفيديو ده في كلام كتير اتقال في الفيديو بتاع الفوزل بار مش حابب أني أنا أعيده أو أكرره فياريت نروح نبص بصة على الفيديو بتاع الفوزل بار للناس اللي ما شافوهوش ونرجع نكمل الفيديو هنا السلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من اتش فيبنج علبة الجهاز بتكون بنفس لون الفليفر اللي جواه يعني لون الجهاز متماشي مع علبة الجهاز متماشي مع فليفر البانانا اللي جواه طبعا فوزل اسم الشركة مش ستيك ماكس البود بتاعه بيشيل 8 ملي لتر من الليكود وبرضو اسم الفليفر تاني بتركيز 5% نيكوتين التحذير العلبة من جنب الجهاز برضو مكتوب عليها المواصفات بتاعة الجهاز ومن الجنب التاني كلمتين حلوين تركيز النيكوتين بيقولك بيشتغل لغاية 3000 بف وعلى ظهر العلبة مكتوب تحذيرات مكونات الليكود بلا 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 جوا العلبة بنلاقي الجهاز في القعدة البلاستيك دي الجهاز بيجي عليه من فوق من هنا كاب رابر زي ما احنا شايفين وهنعرف حالا هو بتاع ايه وهنا ارشادات استخدام الجهاز زي ما قلنا البود او الخزان بتاع الجهاز بيشيل 8 ملي لتر من الليكود الجهاز بيشتغل ببطارية داخلية 500 ملي امبير مصنع بالكامل من الخارج من خامة الالومنيوم من اسفل الجهاز عندي مدخل الشاحن والجهاز بيتشحن بشاحن طيب سي وهنا فيه لمبة او ال اي دي وعندي هنا التحكم في مستوى الهوى من الادية للاوسعة التحكم في الهوى بيكون عن طريق تحريك القطعة دي من هنا لهنا او في النص او زي ما انت عايز ارشادات الاستخدام اللي مكتوبة على الجهاز من برة هي هي نفسها اللي مكتوبة على القطعة المططية اللي فوقه الموضوع باختصار انه هم عزلين الليكود اللي في البود عن الكويل نفسه طبعا ده عشان اغلب الاجهزة الدسبوزابر عبارة ما بتوصل لحضرتك بيكون الجهاز عمل وطرتش وغرق الدنيا ودي فكرة في منتهى الزكاة الدريب تيب زي ما احنا شايفين بلاستيك شفافة قطعة واحدة مع الجهاز لا بتتفك ولا بتتغير او مع البود بمعنى صح وعندي شباك هنا بيبقى لي مستوى الليكود عشان اشغل الكلام ده او عشان اخلي الجهاز جاهز للاستخدام بحط القطعة دي هنا وبضغط واول ما هضغط وهيبدأ الليكود يوصل للكويل الجوه هتبدأوا تشوفوا بابلز هنا ويلا بينا اهو البابلز اللي احنا شايفينها دي معناها ان الليكود بدأ ان هو يدخل للكويل جوه بدأت عملية تتم وزي ما هم كاتبين بعد اما تضغط سيبه على الاقل تلات دقايق يعمل لنفسه ده شكل الجهاز من غير طبعا لما انا زقيت الكلام ده جوه المصورة اللي احنا كنا شايفينها دي نزلت لتحت واصبح ده الشكل العام ونفس الكاب ده تقدر تستخدمه عشان تحمي الدنيا من التراب وانت بتزبط تركز شوية عشان في حاجة تريكي سنة كده يعني انت لما بتزق القطعة دي في اتجاه الفتحة الواسعة اللي بيحصل ان الفتحة الواسعة هي اللي بتتقفل والفتحة الديقة هي اللي بتكون شغالة معاك يعني على الوضع ده انا كده حاطت الايرفلو فاديق مستوياته ولو زقيت القطعة دي في اتجاه الفتحة الديقة اللي هيحصل عكس اللي احنا لسه ايلينه دلوقتي شفت العشر نكهات اللي احنا شفناهم في الفوزل بار في الريفيو اللي فات هم هم نفسهم اللي نازلين مع الجهاز ده بخلاف المميزات والعيوب اللي ممكن اكون قلتها اثناء الكلوز اوب والانبوكسنج في بعض النقط المهمة اوي في الجهاز ده اللي لازم نقف عندها خلوني ابدأ بالحاجات اللي انا معترض عليها نسبيا اولا سعر الجهاز للناس اللي ما شافتش رأيي في الديسبوزبل او كلامي عن الديسبوزبل بصفة عامة بس تأذنكم ترجعوا للفيديو اللي فات بتاع شركة فوزل كان جهاز ديسبوزبل اسمه فوزل بار نبص عليه بصة هتفهموا كلام كتير انا قلته في الفيديو ده الموضوع ده ياخدنا للفيديو تاني بتاع النهاردة هو سعر الجهاز الطبيعي بتاع اي جهاز ديسبوزبل انت بتستخدمه اثناء زنقة او ظروف بيكون التلاتة بعشرين دولار الجهاز الواحد بيكون سعره ستة سبعة تمانية دولار بالكتير لما حضرتك تنزل لي النهاردة جهاز المفروض ان هو ديسبوزبل سعره بيتراوح ما بين ستاشر لتمنتاشر دولار ونص اعتقد يعني ده رقم مش كل الناس هتستوعبه بالنسبة لديسبوزبل انا النهاردة لما ادخل سموك شوب ولا ادخل سوبر ماركت ولا بتاع عايز حاجة تماشيني لمدة يوم ولا يوم ونص عشان خاطر انا حصدتلي ظروف الليكود خلص مني كويل اتحرق ايا كان ايه اكيد عيني مش هتروح على الجهاز اللي سعره غالي رغم كده الجهاز فيه مميزات هي السبب في ارتفاع سعره اغلب الناس اللي استخدمت ديسبوزبل كانت بتشتكي انك اول ما بتفتح الجهاز من العلبة بيكون فيه تهريب او ليكنج نتيجة الشحن والتخزين هم الصراحة هنا في الفكرة اللي هم عملوها ان هم عزلوا الليكود عن الكويل وان الليكود ما بيقابلش الكويل غير لما حضرتك تفتح الجهاز وتضغط على القطعة المطاطية اللي فوق عشان تقابل الاتنين ببعض حقيقة دي كانت فكرة عبقرية فيما يتعلق بنقطة اساسية ناس كتير كانت بتشتكي منها غير كده ان يبقى عندك بود فيه 8 ميلي لتر من الليكود الرقم مش قليل تماما وفي المقابل البطارية 500 ميلي اه صحيح هي بتخلص بسرعة ولكن هو عاملك تشارجينج بورت ودايرة شحن كاملة تقدر من خلالها انك تشحن الجهاز عمل معايا في حدود شحنتين 3-4 لغاية ما الليكود انتهى تماما ده برضو حل نقطة او حل لعيب ناس كتيرة كانت بتشتكي منه هو ان البطارية بتاعت الديسبوزابل بتخلص قبل الليكود ما يخلص وطبعا نظرا لارتفاع اسعار الاجهزة دي عندنا فلما تكون انت جايب حاجة ديسبوزابل البطارية تخلص وانت شايف فيه الليكود قدامك عمل تتفرج عليه وانت مش قادر ان انت تستخدمه اكيد ده كان بيسبب نوع من انواع المدايقة هما حلوها في الجهاز ده نتيجة ان هما ابداعوا فصعب عليهم ان الابداع ينتهي عند النقطة دي فعملوا تحكم في الارفلو ما بين سحبة ديئة او سحبة واسعة برضو ميزة لا يمكن انكرها يعني في المجمل الجهاز فيه شوية مميزات حلوة للي عايز ديسبوزابل هيطول معاه يعني انت مثلا هتجيب حاجة بدل ما تمشيك يوم ولا يومين انت بتجيب حاجة بتمشيك بالمية 8 ملي دول انا قعدت اجرف في الجهاز الواحد حوالي 4 او 5 ايام لغاية ما قضيت على التمانية ملي دول وزي ما انا لسه قايل عدد الشحنات اللي الجهاز تشحنها عشان يخلص على التمانية ملي برغم من وجود شاحن تايب سي واللي كان من المتوقع ان هو يشحن البطارية الصغانطوطة ال 500 ملي دي في فترة زمانية قليلة الا ان هنا جات الصدمة ان البطارية دي عشان تتشحن كانت بتاخد مني في حدود ساعتين كاملين طبعا انت لما تكون جايب جهاز ديسبوزابل اه هم حطوا فيه ميزة الشحن ولكن عشان اشحن بطارية 500 ملي في ساعتين حقيقي الموضوع كان صدم بالنسبة لي شوية سحبة الجهاز متوسطة الى ديقة حسب ما بتثبط الارفلو بتاعه الارفلو وهو مقفول الناحية الديقة سحبة الجهاز في الحتة اللي انا بحبها اللي هي اقرب ما يكون لسحبة السجارة العادية اللي انا بسميها سحبة ديقة ليكنج سبيت باك اي مشاكل من المشاكل التقليدية ما حصلتش معايا بالكامل الدريب تيب بتاعة الجهاز مدورة ممكن تكون هي مش الافضل بالنسبة لي ولكن حجمها مش مستفز مش بايخ انا بفضل الدريب تيبس المبططة بس دي برضو ما زالت مش واشا تحفزي على الفليفرز هو نفس التحفز اللي انا قلته في الفوزو البار ان هما مش حطين اي حاجة توباك وخالص وان كل النكهات اللي نزلة هي نكهات بردة ممكن تكون درجة البرودة فيها ما هياش مستفزة يعني الكولينج ايجنت اللي في النكهة ما هواش مبالغ فيه ولكن ما زالت بالنسبة لي انا كواحد ما فيش اي ود ولا اي عمار ما بينه وما بين النكهات البردة مش من الحاجات المفضلة تصنيفي للنكهات او تعليقي عليها ان هي نكهات واضحة جدا مكتوب موز هتلاقي موز مكتوب فراولة هتلاقي فراولة اللي انت شايفه على العلبة هو اللي انت فعلا بتحس بالطعم بتاعه الجهاز تركيز النيكوتين فيه خمسة في المية يعني خمسين ميلي جرام نيكوتين سولت نيك طبعا لا يصلح تماما للديريكت لانج فهو هيرضيك لو انت مستخدم موز تولانج سواء بتحب السحبة الواسعة او بتحب السحبة الديقة ولكن مجملا موز تولانج مجملا سيظل الديسبوزابل ديسبوزابل للزنقات او للناس اللي ميزانيتها ما شاء الله مرح راحة معاها لدرجة ان هي ممكن تكمل حياتها في الفيب عن طريق الديسبوزابل ولكن جهاز النهاردة هيظل اختيار مميز لو في يوم من الايام حبيت ان انت تاخد تجربة الديسبوزابل سواء بمحد ارادتك او نتيجة ظروف اتفرضت عليك ممكن جدا لو لقيت الجهاز ده تجربه على سبيل التجربة وعلى سبيل انه هو حاجة مش هتخلص معاك بسرعة مبروك مقدما لتنين سعادة حظ كل واحد فيهم هيكسب مجموعة كاملة عشر نكهات عشر اجهزة من جهاز النهاردة اللي انا لغاية دلوقتي مش عارف ليه بنسى اسمه مش ستيك ماكس من فوزل بشكركم واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله ويالله هنلحق نفسنا